إلينا أيضاً عبر الهاتف الأستاذ محسن سيميكا الصحفي المتخصص في شؤون الرياسة بالمصري اليوم أستاذ محسن أهلاً بحضرتك يا فندم أهلاً بحضرتك كل التحية الحارة أستاذ المشاهدين ترتيبات لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس البيلاروسي والمؤتمر تفاصيل أكتر يا فندم هو وصل منذ قليل رئيس بيلاروسيا لكسامبر لوكاشانو هو بدأت جلسة مباحثات السنائية المغلقة بالفعل منذ حوالي عشر دقائق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الجلسة المباحثات المغلقة التي تجمع رئيس السيسي ونظيره هتبحث تعزيز الإلاقات السنائية والذقاء بها يعني أبرز النقاط اللي سوف يتمه مناقشتها في هذه الجلسة المغلقة فيش أي توفعات أريد أن أقول لحضرتك جوانب سياسية جوانب قصادية مفترض أن بكرة في مجلة أعمال مصري بيلاروسيا يبحث زيادة التعاون بين مصري وبيلاروسيا لعدد كبير من الموضوعات دي أول زيارة لإلقاء بيلاروسيا منذ عام 98 يعني من زمن بعيد مفترضني في عدد كبير من وقصات الشركات الاتثمارية موجود معاه في مصري لتوقع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالنواحي التجارية متعلقة بشراكة وخاصة فيه الصناعات الثقيلة وتضمن جرارات ومعدات معلقة ومجرورات وحصدات فمح وازرة وبطاطس ولواري واتوبتات والصناعات طبعا مغزية للجرارات والشحنات والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وألات قطعة ومعالجة المعادن والأخشاب وتكنولوجيا الليزر والصناعات والطنبات ومعدات مواجهة الصرف الصحي والصناعات يعني عدد كبير جدا جدا بنتكلم على عدد كبير من حجم الشراكة ومشاكرات التفاهم يقول توقيتها تم بين الجانبين المصر وبلا روسيا هزي الزيارة تأتيبه من نازلة تمرور خمسة وعشرين عام علاقات ببلوماسية بين مصر وبلا روسيا زي ما قلت حضرتك لها العديد من الأهمية لأنه رقم واحد من هذا الرجل هذا الرئيس لم يصل إلى مصر منذ عام 98 فدي نقطة بلغة في الأهمية ده يعني اندلف يدل على نجاح ببلوماسية مصرية في التقدم نحو فاتح علاقات جديدة وعادة علاقات كانت يعني مجمدة بينها وبين العديد من الدول في مختلف قال نواحي كواء دول غربية ودول أوروبية يأتي أيضا في منقشة مصر وتبنيها قدير مكافحة الإرهاب بشكل كبير صفلة بالأمس مؤتمر كبير نظامته مصر لمكافحة الإرهاب على غزورها حضروا عدد كبير من الرؤية وكان من دونهم رئيس مخدونيا هذا الرئيس بلا روسيا هو في عام 2017 ثالث رئيس يدخل قصر الاتحادية بعدما دخلوا رئيس جنوب السودان في البكير ورئيس مخدونيا بالأمس واليوم رئيس بلا روسيا لعل هذا العام تيشهد زيارات كثيرة ومتعددة للعديد من قادر الظهوري العالم أعتقد أن أبرزه ما تكون إنجيلا ميركل في روبية الأول من هذا العام لتعزيز التراحل بين مصر وبين ألمانيا وأيضا أتوقع زيارة مرتخبة وقريبة لرئيس روسيا فلاديمير بوتن لنظر في قضية أوقور الضبع وتزديد توقيع الأقود خاصة بها سأواتي كانت حديثكم تبتسألي أهم الهوامش الزيارة هوامش الزيارة نواحة السياحية نواحة خاصة بالسياسية واقتصادية وزيادة تبادل في كل النواحة بنتكلم على سنعات تقيلة نوازيغات الحضرات توقيع عدد كبير من العقود بحث قضية تنشيط السياحي والاستخدام عدد كبير من وفور دلاروسيا يعني أمور كثيرة ومتعددة تدور فيها في الجلسة بعد الجلسة يوم بحثات السنائية المغلقة توقع توقع جلسة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين يليهم مؤتمر صاحب يتحدث خلال رئيسان لوسائل الإعلام هذه الزيارة تتمر بنحو ثلاث أيام غداً زي ما بقول لحضراتك في جلسة تكبيرة مجلس أعمال المصري باللاروسي بحث عدد كبير من الشراكة زي ما تكرت لحضراتك مشروعات كثيرة ومتعددة طيب أستاذ مرسل حضراتك أشرت النقطة مهمة جداً وهي برضو زيارة الرئيس المكدوني ومؤتمر الأمن الديموقراطي في زمن التطارب والعنف مكدوني تعتبر معبر مهم للاجئين والنازحين هل تم التشاور حول هذا القصة أو الموضوع؟ بالتأكيد حضرتك تعرفي أن نقطتين من أهم النقاط اللي بتجمع مصر بمختلف الدول تحدثهم رئيس تيسي في كل محكل تقريباً سياسي قضية الهجرة غير الشرعية وقضية الإرهاب ومكافحته ما يتعلق بالأولى وتحدثت طبعاً رئيس تيس تحدثت مختلف المحاياة اللي أعلقها كانت في الأولى المتحرة سبتمبر 2016 وضم مصر محوة 5 مليون لاجئ بيتمسعه بنفس الحقوق والواجبات قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم الملفات اللي تقريباً بتؤرضك المجتمع الأوروبي ككل واحدة من أهم الأسباب اللي دعب بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي لو حضرت تصفر قضية الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية اللاجئين وقضية إن هي اكتوت بهذا الأمر من فليسة لوحدها وإنما دول كثيرة المتعددة في القلب منها لوات المتحدة اللي اكتوت بنار للإرهاب جميع العمالات الإرهابية اللي تمت في لوات المتحدة مؤخراً تقريباً بشكل جبير جداً منها كانوا من الناس قاموا بإجرة غير شرعية تذكر أيضاً عندما كنا في لوات المتحدة وكانت توقع بالجمع العامة المتحدة الـ 75 وقعت أحداث إرهابية في منعات في نيويورك بالقرب المقارة الجمعية وكان المتهم فيها لاجئ للولايات المتحدة حوادث كثيرة ومتعددة وفي دول متعددة اترضها هؤلاء المهاجمين الغير الشرعيين لأنهم بيحملوا تقاطات وعادات مختلفة أفكار مغلوطة بتكون دخيلة على هذه المجتمعات الأوروبية والغربية طيب واحدة من أهم موضوعات قادمة لاجئة غير الشرعية اللي تموا من قشيتها بين الرئيس تيسي ونظير المغلوطين شكراً لحضرتك أستاذ محسن وإن شاء الله حنتابع مع حضرتك خلال الثلاثة أيام القادمة برضو المتابعة آخر ما وصلت إليه زيارة الرئيس البيلاروسي وأيضاً هذا المؤتمر الوطني